الشيخ صالح الفوزان يدعو للأمير محمد بن سلمان يا أهل السنة قولوا آمين الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة المتقين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل وصحب أجمعين أما بعد فقد استمعت المقطع صوتي مسجل للشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وفرحت به كثيرا وهو يثني فيه على الأمير محمد بن سلمان وفقه الله لكل خير ويدعو له بدعاء طيب على طريقة علماء السلف في دعائهم لولاة الأمور وخلافا لطريقة أهل البدع الذين لا هم لهم إلا الدعاء على ولاة الأمور والتحريض عليه قال الشيخ صالح آل فوزان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أدعو له بالتوفيق والسداد والإعانة من الله عز وجل وهو معروف بجده واجتهاده وسيرة الحميدة فأسأل الله له التوفيق والإعانة وأن يمده بالنصر والتوفيق وأن يجعل في أعماله الخير للإسلام والمسلمين وأن يعينه على ما حمل فاسأل الله أن يعينه فإن الله إذا أعانى عبده سهلت عليه الأمور فنسأل الله له الإعانة والتوفيق والسداد والعمل بما يرضيه والعمل النافع له والإخوانه انتهى أقول ولقد روى أبو نعيم في الحليا عن فضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه كان يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام ثم بين رحمه الله تعالى المصلحة في ذلك للعباد والولاد إلى آخر كلام يقول الراوي ثم قام ابن المبارك فقبل جبهته وقال يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك انتهى مختصرا وابن المبارك وعبد الله ابن المبارك أحد لإمة الأعلام وذكر ابن عبد البر في جامع العلم وفضله هذه القصة وأقرها وذكر أيضا أبو يعلى في طبقات الحنابلة وذكرها البربهاري في شرح السنة وبين وجهها بقوله وإذا جعلتها في نفسي لم تعدني وإذا جعلتها في السلطان صلحة فصلحة بصراحه العباد والبلاد انتهى وقد اشتهرت عبارة لو كان لي دعوة صالحة لصرفتها إلى الإمام عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أيضا قال الشيخ السلام بن تيمية في الفتاوى ولهذا كان السلف كالفوضير بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان انتهى كلامه وتأمل قول شيخ الإسلام كان السلف فإنه نفيس وفي كتاب السنة للخلال بسنده عن الإمام أحمد ما نصه وإني لأدعو له أي الإمام بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأيد وأرى ذلك واجبا علي انتهى كلامه قلت الله أكبر يقول وأرى ذلك واجبا علي وهذا والله ما تعلمناه من شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى وكان يكثر من تكار هذا التوجيه لشدة الحاجة إليه لما كثر المنحرفون في هذا الأصل العظيم وهو من أصول أهل السنة ولم يقل أحد أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى زاد وبالغ وجعل ذلك دندنه إلا من كان فيه لوثة خارجية أو سرورية فقد أدركت كثيرا منهم وأعرفتهم كما أدركهم غيري وعرفهم فإن أحدهم إذا سمع أحدا يدعو لوات الأمر انتفض واشمأزت نفسه وتمعر وجهه حتى بعضهم كان يصل التراويح والقيامة في المسجد الحرام فإذا سمع الإمام يدعو في الصلاة الوتري لولي الأمر لا يقول آمين كل ذلك وأكثر منه بسبب التربية الحزبية وأشهر هذه الفرق العصرية فرقة المرشد العام وفرقة المرشد الأعلى وهولى وهولى كلهم ينتظرون ينتظرون من؟ أما فرقة المرشد العام فينتظرون عودة الخليفة ورجوع الخلافة الراشدة كما يزعمون الذي سيحكم كل بلاد المسلمين من غير حدود جغرافية وضع الغرب في معاهدة سايكس بيكو وأما فرقة المرشد الأعلى فينتظرون خروج الغائب من السرداب فقد دخلوا منذ مئات السنين ولما يخرج بعده والتشابه والتعاون بين الفرقتين كبير وظاهر لا يخفى إلا على صاحب هوى أو أعمى البصيرة فالفرقتان يعملان جادين جنبا إلى جنب ويسعون سعي حثيثا إلى أصطاط ولاية ولاة أمورنا حتى يحقق أهدافهم المزعومة فلله در علماء أهل السنة فهم حقا أعلموا بالحق وأرحموا بالخلق لا يثيرون الفتن ولا يستغلون العواطف ولا يبعون دينهم من أجل الدنيا وتحملون في سبيل الحق كل ما يرمونهم به من العمالة والخيانة والمداهنة فهم صابرون محتسبون لا يضرهم من خذرهم ولا من خالفهم أسأل الله تعالى أن يوفق علماءنا وولاة أمورنا لكل خير وأن يسدد خطاهم ويزيدهم من فضله ويغفر لهم زلاتهم وتقصرهم ويكفيهم شر كل ذي شر فيا أهل السنة قولوا آمين والحمد لله أولا وآخرا والظاهر وباطنا وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأمير حمد بن سلمان ولي العهد أدعو له بالتوفيق والسداد والإعانة من الله عز وجل وهو معروف بجده واجتهاده وسيرته الحميدة نسأل الله له التوفيق والإعانة وأن يمده بالنصر والتوفيق وأن يجعل في أعماله الخير للإسلام والمسلمين وأن يعينه على ما هم نسأل الله أن يعينه فإن الله إذا أعان عبده سهلت عليه الأمور فنسأل الله له الإعانة والتوفيق والتوفيق والعمل لما يرضيه والعمل النافع له ولي إخوانه ترجمة نانسي قنقر